اشتركوا في القناة الفين اتنين وعشرين تسعتاشر مارس يوم غالي على نفوس وقلوب كل المصريين بل على جميع ابناء الوطن العربي ذكرى تمس مصر والوطن العربي ذكرى تجعلنا دائما فخورين بمصرنا الحبيبة ودرها القوي في حفظ اراضيها ودعم شعبيها العظيم اليوم الذكرى الثلاثة والثلاثين لاسترداد اخر شبر من ارض الفيروس سيناء وهي طابة يوم تسعتاشر مارس عام الف تسعمية تسعة وتمانين رفع علم مصر خفاقا على ارض طابة بعد استرداد اخر شبر لها الحقيقة هذا اليوم يعد ايضا انتصارا ثانيا بعد نصر اكتوبر عام الف تسعمية تلاتة وسبعين بعد هذا الانتصار كان انتصار رفع علم طابة بانتصار كبير جدا حياته الدبلوماسية المصرية للعب الدور كبير جدا في هذا الامر زي ما حدكم عارفين ان بعد انتصار مصر في اكتوبر تلاتة وسبعين حاولت حاول العدو الصهيوني ان هو يتلاعب باتفاقية السلام وحاول ان هو يسترد ارض طابة وحاول يضم هذه الارض ليه طبعا يعني معتمدا على الاكاذيب والاقويل الغير الحقيقية ولكن الحقيقة عام الف تسعمية ستة وتمانين تحديدا في سبتمبر لجأت مصر الى التحكيم الدولي ووقتها تم يعني تشكيل لجنة للتحكيم الدولي مكونة من خمس اطراف او خمس محكمين تلاتة منهم من السويد وفرنسا وسويسرا والطرفين الاخرين مصر وايضا اسرائيل ووقتها باقدمت الدبلوماسية والقانونية المصرية كل الدفوع والحقائق التي تثبت ملكية طابة لمصر وحيخاضة الدبلوماسية المصرية معركة اتسمت بالهدوء والدقة والحرفية الشديدة اعتمدت ايضا على دماء الجنود المصريين التي سالت في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين دفاعا عن ارض الوطن الى ان حقق لنا الخالق المولى عز وجل انتظارا ثانيا في 19 مارس عام 1989 باسترداد طابة لمصرنا الحبيبة اخر شبر من ارض الفيروز لكم ان تفخروا يا مصريين فعشان كده بنقول لحضراتكم كل عام وانتم بخير والف صحة وسعادة كل عام ومصرنا الحبيبة دائما في احسن حال كل عام ومصرنا الغالية قادرة عن الدفاع عن حقوقها وكل اراضيها باذن الرحمن عشان كده يوم 19 مارس بالنسبة لنا هو عيد اخر ايضا باسترداد طابة الغالية يا رب دائما ان شاء الله وطننا العربي الحبيب بامن وامان بطعم كبير جدا من الدولة المصرية نسمع اغنية جميلة كده عن سيناء ونرجع نكمل مع حضراتكم